من أجل أن تفهم إيران يجب أن تفهم الحرس الثوري الإيراني أولا ينسى البعض أحيانا أن جهاز الدولة الإيراني ليس متجانسا ويتشكل من مكونات مختلفة ومتنافسة في كثير من الأحيان إن التنافس والصراع المفتوح أحيانا بين مكونات النظام الإيراني له تأثير كبير على المنطقة لا يجسد هذه التعقيدات أي مسؤول إيراني آخر غير الجنرال قاسم سليماني القائد العسكري لفيلق القدس التابعة لباس داران المعروف رصبيا باسم الحرس الثوري الإيراني من الصعب معرفة المسمى الوظيفي الدقيق للحاج قاسم لدى إيران جيش نظامي أيضا لكن جميع تدخلاتها العسكرية الخارجية تتم إدارتها ويتم تخطيطها من قبل قاسم سليماني لدى إيران وزير خارجية لكن قاسم سليماني غالبا ما يلقي بظلاله على سياسة طهران الخارجية من الملف النووي إلى التدخل الإقليمي بالنسبة لشخصية غامضة تعيش في الظل فإن قاسم سليماني لم يعد يخجل من الظهور أمام الكاميرات بعد الآن خاصة عندما يكون الوضع مناسبا له وبما أنه لا يجري أي مقابلات إعلامية فلا يمكننا أن نسأله عما يفعله ولماذا يقوم بفعل ذلك بل وربما أهم من ذلك ما هي الخطط التي قد يتعين عليه القيام بها في إيران في المستقبل لكن الأفعال تبقى أبلغ من الأقوال لذلك لمعرفة المراد الذي يخطط سليماني الوصول إليه تابعنا بعض رحلاته الأخيرة في جميع أنحاء المنطقة وهذه مجموعة مختارة من تلك الرحلات في الخامس عشر من مايو عام الفين وثمانية عشر وجهته كانت العراق في التاسع والعشرين من نوفمبر عام الفين وسبعة عشر كانت الوجهة الميادينة في الثالث والعشرين من نوفمبر عام الفين وسبعة عشر كانت الوجهة سوريا الثالث عشر من يونيو عام الفين وسبعة عشر مرة جديدة في سوريا في الثامن والعشرين من مايو عام الفين وسبعة عشر كانت الوجهة العراق في السابع عشر من أكتوبر عام 2016 سليماني في الموصل في السادس من سبتمبر عام 2016 الوجهة هذه المرة حلب في الخامس من مارس عام 2016 سليماني في حلب في السابع والعشرين من ديسمبر عام 2015 سليماني أيضا في حلب التاسع عشر من ديسمبر عام 2015 مقطع فيديو غير مدرج وبدون تاريخ الثالث عشر من نوفمبر عام 2015 في الثالث والعشرين من أغسطس عام 2015 الثامن والعشرين من فبراير عام 2015 الوجهة هذه المرة تكريت العراق في فبراير عام 2015 سليماني على الخطوط الأمامية في سوريا الثلاثين من يناير عام 2015 الوجهة لبنان في الرابع من سبتمبر عام 2014 الوجهة على الرغم من كونه تحت حظر السفر الدولية يبدو أن قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يتنقل بحرية في جميع أنحاء المنطقة ليشارك بحروبه العسكرية والسياسية صور وسائل الإعلام لأسفاره ورحلاته تصوره قائدا قويا وسياسيا وإماما ولكن من غير المرجح أن تكون هذه السلطة مفيدة له عسكريا في سوريا أو العراق بعد الآن حيث أن الأوضاع في سوريا والعراق تطورت وانتقلت إلى فصول جديدة ولكن ربما ما يهم أكثر هو ما يريد قاسم سليماني القيام به داخل ديناميكيات السلطة الإيرانية سيكون من المهم الاستمرار في مراقبة رحلات ووجهات سفر الجنرال بالتمكن من فهم أين يريد الذهاب في المستقبل بشكل أفضل